في محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على الاحتلال الأمريكي للعراق عمدت سلطة الاحتلال ورئيسها سيء الصيت بول بريمر على تشكيل لجنة لكتابة دستور للبلاد شكل لاحقا أساسا للمشكلات والأزمات التي يعانى منها العراق وما يزال الدستور الذي يمثل أهم وثيقة في حياة الشعوب والقانون الأساسي لسن جميع القوانين الأخرى والعقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة الحاكمة من المفترض أن تهيئ كل الأجواء لكتابته بنجاح كالاستقرار السياسي وتوافر الخبرة والاختصاص لدى القائمين بإعداده وكتابة مسودته وأن يمنح الوقت الكافي لإنجازه دون استعجال ما حدث في كتابة دستور ما بعد الاحتلال ومن ثم تمريره في التشرين الأول من عام 2005 افتقر لكل عناصر النجاح تلك حيث جرت كتابته في مرحلة الغليان الشعبي ضد الاحتلال ووكلائه الذي نجاء على ظهر دبابته والفوضى والتحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة التي شهدها العراق مع إرهاصات دوامة الصراع الذي حرص الاحتلالان الأمريكي والإيراني على إدخال العراق فيه لجنة كتابة الدستور التي تشكرت من 75 عضوا وفق نظام المحاصصة الطائفية كانت الخطوة الأولى لترسيخ هذا النظام الفاشل فلم تكن هيئة من الخبراء بالقانون المطلعين على نماذج من دساتير الدول الاختلفة في العالم ولهم فهم عميق بتاريخ العراق ومبروثه السياسي والاجتماعي بل كانوا مرشحين لأحزاب مكوناتية قاموا بكتابة دستور مليء بالثغرات والأخطاء حتى في صياغة فقراته فقد غلبت اللغة الإنشائية المشحونة على دباجة مطولة ذات صبغة طائفية وجاءت فقراته متعارضة بشكل صريح مع شعارات الحرية والديمقراطية التي رفعها الغزاة وداعمهم كما احتوى على مشاكل كثيرة ما لبثت أن ظهرت على السطح مثل قضية الأقاليم ودور الحكومة في السيطرة على الثروات الطبيعية وإنشاء العلاقات الخارجية وغيرها الكثير دستور كتب على عجل بسبب رغبة أمريكية بالإصراع في تبيض صفحتها الملطخة بجرائمها في احتلال العراق وتدمير بلد وسفك دماء أبنائه تحت ذرائع لم تلبث أن انكشف زيفها ليأتي الدستور بكل ما حمله من ألغام ويجسد معضلة كبرى في المشهد العراقي المتفجر بالأزمات